السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميع رح نشوف أهم الأشياء اليوم في ألمانيا ورح نبدأ بموضوع الصاروخ الصيني اللي وأخيرا سقط في المحيط يعني في البحر دون أن يتسبب بأزى لأحد تحديدا مكان السقوط أعلنت عنه الصين بين شبهة جزيرة العربية والهند يعني سقط في البحر في المحيط دون أن يتسبب بأي أزى للناس أو لا يعني ما نزل في مناطق مأهولة ننتقل الآن للخبر التالي عن المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل يلي أعلنت الآن أيضا يعني فيما يمكن أن يتباره بشكل رسمي أن ألمانيا كسرت الموجة الثالثة حرفيا قالت يعني في ألمانيا على ما يبدو أيضا أننا كسرنا الموجة الثالثة فهذا يعتبر تصريح واضح وصريح يعني من المستشارة حول هذا الموضوع وبنفس الوقت ومن خلال مشاركتها أيضا في القمة الأوروبية في بوتو في البرتغال عن طريق الفيديو طبعا عن بعد حول موضوع السفر والسياحة في أوروبا الشغل الشاغل للعديد من الناس وقالت أنه يمكن أيضا في هذا الصيف يعني كما في العام الماضي يعني أن تكون هناك يعني سياحة داخل أوروبا وخاصة أريزا ما نظرنا للبرتغال وتراجع عدد الحالات الكبير يعني في بعض الدول الأوروبية وخاصة في البرتغال أيضا الموضوع الشغل الشاغل للناس هو أنه كيف سيتم التعامل مع موضوع المطاعمين وغير المطاعمين هل هذا يعني أن غير المطاعمين لن يسمح لهم بالسفر أو السياحة في أوروبا على العكس تماما المستشارة ألمحت أيضا إلى أن حتى غير المطاعمين يعني لديهم فرصة ممتازة وجيدة أيضا للسفر وقضاء السياحة والعطلة وقالت لذلك نادينا دائما بالتطعيم والتست وأيضا الأهم شيء هو أنه انخفاض عدد الحالات لما بينخفض الإنسيدانس فات يصبح كل شيء ممكنا ومتاحا دون أن تلتزم بموعد محدد يعني لم تحدد أنه متى يمكن فعلا أن يعني يزدهر السياحة وسفر مرة أخرى في أوروبا أيضا تم مناقشة موضوع دفتر اللقاح الإلكتروني بين دول الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك يعني بشكل موحد داخل أوروبا الحديث عنه بشكل دائم أو ما يسمى بالجرونة ساتفكات فقالت المستشارة أيضا تم الحديث عن هذا الموضوع الخلافات البسيطة اللي يعني بقيت هي التي يتم تدارسها هو موضوع الاعتراف المشترك باللقاحات على ما يبدو أن بعض الدول الأوروبية الأخرى ربما استعملت بعض أنواع اللقاحات التي لم تحصل على ربما من الـ AMA يعني من الوقات الأدول الأوروبية على ترخيص وبالتالي كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع اللمسات الأخيرة يتم وضعه على هذا الموضوع وبعدها سيصبح ممكنا أيضا إصدار هكذا دفتر اللقاح الإلكتروني معترف به بكل أوروبا على الأقل أما مصدر هذا التفاول فهو منطقي انخفاض الإنسيدانسفات في العديد من المقاطعات في ألمانيا تحديدا في نصف مقاطعات ألمانيا في 8 مقاطعات من أصل 16 وخاصة المقاطعات الواقعة في شمال ألمانيا رح نشوف في المقاطعات هدولة الإنسيدانسفات نتخفض فيهم الآن تحت المئة بشكل واضح وصريح والمقاطعات هي شليسويش هولشتاين نيدا زاكسن هامبورغ بغندنبورغ بالين ميكلنبورغ فوربامن وغايل لاندفالس في هالمقاطعات الإنسيدانسفات أصبح تحت المئة طبعا في بعض المقاطعات الأخرى وخاصة في شرق ألمانيا الإنسيدانسفات لا يزال مرتفع وخاصة نحن في تورينجن بشكل خاص زاكسن زاكسن أنهلت لا يزال يعني عدد الحالات فيها مرتفع أيضا بمقاطعات بعد من فيوتنباك يعني أعلى من المئة بشكل واضح ولكن من حيث المبدأ نصف مقاطعة ألمانيا الآن خفضت تحت خط المئة ورح ننتهي الآن إلى موضوع مهم هو رأي رئيس لسجة الأخلاق في موضوع الاتيكات في وزد سنة علينا بويكس بموضوع القانون اللي دخل بارحة حيز التنفيذ ليلا لنا موضوع أنه من تلقى لتطعيم الجراتين ومن أصيب وشوفي أنه إعادة إعطائهم ميزات كبيرة داخل المجتمع بينما الناس الآخرين محرومين من هذه الميزات يعني من لم يتلقى التطعيم لأنه ليس مثلا عنده رغبة ولكنه ليس من الفئات المفضلة حاليا مثلا على الأقل أو من الشخص الذي لم يصب يعني طوال الوقت الآن هذا الشرخ الذي أصبح يعني تحدث عن شرخ وحساسية الآن بين أفراد المجتمع وخاصة أنه هالفئتين اللي رح يتميزوا يتمتعوا بميستين أولا أنه عندهم حماية من هذا الوباء وثانيا إعادة العديد من الحريات إليهم يعني بمعنى أنه ميستين إضافيات بينما الناس الآخرين أولا لا يزالوا عرضة لهذا الوباء وثانيا أيضا لا يسمح لهم بهذه الأشياء اللي تم منحها الآن لهالفئتين واعتبرت أنه من الناحية الأخلاقية هذا هناك مشكلة في هذا القانون الآن يعني خلقوا هذا القانون بين أفراد المجتمع وخاصة بين يعني خلق نقول المجتمع الفتي يعني الناس الأصغر سنا يعني اللي هنا ربما عادة بحبوا التحرك بشكل أكبر خاصة بين هالفئتين الصغار بالعمر والكبار بالعمر رح ننتقل الآن للموضوع التالي اللي شاغل الإعلام الألماني في ألمانيا راح أخد فكرة عن هالموضوع لسببين رئيسيا أولا الموضوع القديم المتجدد هو العنصرية وبعض الأقوال في هذا الاتجاه وأيضا موضوع ارتباطه بحزب الخضر وتفوقه الكبير في ألمانيا وخوفه طبعا على هذا التفوق الآن شو اللي صار تحديدا عضو في حزب الخضر اللي هو يعني محافظ إذن لمدينة تورينجن هو محافظ مدينة تورينجن على ما يبدأ أنا وعلى الفيسبوك يعني تحدث ولفظ يعني استعمل لفظ أيضا عنصري ضد لاعب كرة قدم من سابق في ألمانيا من أصحاب البشرة السمراء يعني وتم انتقاده بشكل كتير كبير المشكلة هي إنه هو تمسك بهذا الرأي أيضا لفترة طويلة وأنه يعني كان بمعنى أنه دافع عن هذا الخطأ يعني لفترة فعلى ما يبدو الآن يعني أنه تسبب بجدال واسع في ألمانيا حول هذا الموضوع الفكرة هي أنه حزب الخضر أصبح الآن عبء على حزب الخضر وخاصة تفوقه في استطلاعات الرأي والانتخابات القادمة أيضا حول هذا الموضوع فأصبح عبءا على هذا الحزب وهو بشكل أيضا طالب هو أيضا يعني الآن بالتصويت على موضوع فصله من الحزب وهو ما تم طبعا خلال عملية فصله من الحزب صوت 61 شخص لفصله من الحزب و44 ضد و8 لم يطعوا أصواتهم حول هذا الشخص اللي أصبح عبء على الحزب واستطلاعات الرأي والانتخابات القادمة فتم فصله الآن أيضا من الحزب ورح ننتهي الآن للموضوع التالي في الحقيقة لفتة جميلة أيضا من إدارة أكبر جامع في ألمانيا ديتب موشيب في مدينة كولن نعرف هذا الجامع الكبير في منطقة إيغنفلد على ما أسكر على البنل واشتغاص أنا كنت ساكن في مدينة كولن كان في مرحلة البناء لسه الجامع في ذاك الوقت تم التوجه من قبل السلطات الألمانية إلى إدارة الجامع يعني للمشاركة في حملة تطعيم الناس وفعلا وافق الجامع على ذلك منذ البارحة الحملة جارية في حرم الجامع بمعنى أنه تم تطعيم البارحة 1500 شخص واليوم 800 جرع أيضا مخصصة الفكرة هي أنه يمكن لكل شخص من سكان مدينة كولن يعني للجميع طبعا أنه يتلقى جرع من تطعيم تحديدا لقاح أسخة زينيكا لأنه هو الأكثر توفرا نحن منعرف يعني لكل من يرغب بشكل حري يعني بدون موعد بدون أي أي تحديد للسن أو أي شرط يعني يمكن أنه بس بيروح لهنيك بصفحة دور ممكن أنه يتلقى جرع من هذا اللقاح وهو ما تم وفي الحقيقة يلاقى استحسان هذه الحملة كبيرة من سكان مدينة كولن تحديدا علما أنه طبعا اللي تلقوا التطعيم ليس فقط يعني هنين من المسلمين أو رواد الجامع وهو طبعا الحملة مفتوحة للجميع وحتى أغلب من جاء يعني هنين من سكان مدينة كولن فيما يعتبر يعني لفته رائعة أيضا ومشاركة أيضا من إدارة الجامع في حملة التطعيم في ألمانيا اللي جاري طبعا الهدف هو أيضا يعني كما تم الحديث أنه توجيه وتشجيع الناس كان هذه المنطقة أيضا على تلقي التطعيم خاصة الإنسيدانس فيها مرتفع في منطقة إغنفيلد لم يكن متوقع أن تكون هذه الحملة ناجحة إلى هذه الدرجة ولكن الشيء الذي حصل أن العديد من الناس جاء واصطفى في الدور يعني لتلقي جرعة من لقاح أسطخة زينيكا وجابوا معهم الكراسي وصفوا منذ ساعات صباح الباكر حتى قبل أن تفتتح أبواب الجامع فهذه الحملة يعني تم الآن وصفة بأنها كانت ناجحة طبعا الآن يعني إدارة مدينة كولن أيضا سعيدة بهذا الشيء ومشاركة العديد من الأطباء أيضا في هذه الحملة في مدينة كولن وفي الخبر الأخير يعني مثل ما لحظته أكيد منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الطقس جميل جدا في ألمانيا وسطوع الشمس ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق حتى 27 أو 30 درجة مئوية وخاصة في شمال ألمانيا طبعا اليوم اليوم عطلة أحد يعني ممكن أن نستمتع بهذا الطقس الجميل فهيكا نتحمل الأنباء من ألمانيا نقلت لكم تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته